بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه يسعدني طلابي وطالبات استكمال شروحات مادة الرياضيات للصف الثالث متوسط للفصل الدراسي الثاني اليوم نستكمل درسنا السابق عن ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود قبل ذلك نسترجع ما أخذنا في الحصة السابقة عن طريق حل تمارين الواجب من فقرة تدرب أوجد ناتج الضرب في كل مما يأتي ناتج الضرب وحيدة حد بكثيرة حدود قلنا بأنه سنقوم بتوزيع ما هو خارج القوس على الحدود داخل القوس هنا لدي باء نقوم أولا بإجراء عملية الضرب بالحد الأول باء تربيع كما نعلم بأنه عند ضرب وحيدات الحد نقوم بجمع الأسس هنا باء أس واحد وهنا باء أس اثنين إذا لم يكتب أس نعلم بأن هذا الأس يساوي واحد إذن باء أس واحد ضرب باء أس اثنين نقوم بجمع الأسس فنحصل على باء أس ثلاثة إذن باء الحد الأول ضرب الحد الثاني ثم نقوم بإجراء عملية الضرب باء في ما بداخل القوس سالب 12 باء وننتبه للإشارات إذن ستصبح سالب 12 باء مضروبة في باء نقوم أيضا باستكمال التوزيع لدي الحد الأخير موجب واحد إذن سنقوم بإجراء عملية ضرب باء في الحد الأخير واحد وبإشارة موجب إذن زائد باء مضروبة في واحد نبدأ الآن بجمع القوة إذا كانت الأساسات متساوية هنا لدي الأساسات متساوية أس واحد وهنا أس اثنين هنا أيضا أس واحد وأس واحد عند ضرب الأسس القوة نقوم بجمع الأسس إذا تساوى الأساس بالنسبة للحد الأول باء أس واحد ضرب باء أس اثنين نجمع الأسس باء أس ثلاثة الذي يليها نضع نفس الإشارة سالبة ثم نقوم بجمع الأسس باء أس اثنين باء ضربه 12 الحد الثالث باء ضرب واحد يساوي باء إذن هذه نتيجة ضرب وحيدة حد بكثيرة الحدود المواضحة في الشكل السؤال الثاني من تمارين الواجب نريد إجراء عملية الضرب ولكن نلاحظ هنا أنه يوجد لدي أكثر من عملية ضرب نقوم بإجراء نفس الطريقة وهي توزيع ما هو خارج القوس على ما بداخل القوس أكثر من مرة على حسب ما هو موجود في السؤال هنا لدي هذه كثيرة عملية الضرب الأولى وحيدة حد بكثيرة حدود وهذه عملية الضرب الثانية وحيدة حد بكثيرة حدود ثم نقوم بإجراء جمع ما يمكن جمعه نقصد بذلك فقط الحدود المتشابهة التي نقوم بجمعها إذن سنجري عملية الضرب الأولى سالب ثلاثة ضرب الحد الأول خمسة سين تربيع إذن الناتج العدد مع العدد والمعامل الحرفي يبقى كما هو لعدم موجود معامل حرفي آخر إذن سالب خمسة عشر سين تربيع الآن سالب ثلاثة ضرب ثنين سين نقوم بإجراء عملية ضرب العدد مع العدد أي الناتج سالب ستة سين الآن سالب ثلاثة وضروبه في موجب تسعة عدد مع عدد يعطينا الناتج يساوي سالب سبعة وعشرين إذن قمنا بإجراء عملية الضرب الأولى نستكمل الآن سنقوم بإجراء عملية ضرب سين ضرب ثنين سين نلاحظ هنا الأساسات متساوية سين وسين إذن سنقوم بجمع الأسس يصبح الناتج موجب ثنين سين تربيع بالنسبة لعملية الضرب الثانية سين ضرب سالب ثلاثة يكون الناتج سالب ثلاثة سين إذن قمنا بإجراء عملية الضرب الآن سنبدأ بجمع الحدود المتشابهة ما أمكن نلاحظ هنا لدينا الحدود المتشابهة ونقصد بالحدود المتشابهة أن يكون لها نفس المعامل الحرفي سالب 15 سين تربيع مع موجب 2 سين تربيع وننتبه للإشارات إذا كانت مختلفة سنقوم بإجراء الطرح ووضع إشارة العدد الأكثر أيضا لدي هنا سالب 60 مع سالب 30 ونلاحظ أنها نفس الإشارة إذن سنقوم بجمع الأعداد لنفس المتغير إذن يصبح ناتج الجمع سالب 15 سين تربيع مع موجب 2 سين تربيع أي أن الناتج سالب 13 سين تربيع هنا عملية جمع سين تربيع بالنسبة لسالب 15 وموجب 2 سين سالب 60 مع سالب 30 حاصل الجمع يساوي سالب 9 سين جمعناها لأن الإشارة متشابهة أما سالب 27 كما هو لا يوجد حد مشابه له إذن هكذا أجرينا عملية ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود نستطيع أن نستعمل خاصية توزيع ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود ونستعملها في حياتنا العامة في عدة مسائل لنأخذ على سبيل المثال هذا المثال مثال ثلاثة غطيت لوحة جدارية على شكل شبه منهرف بورق ذهب إذا كان ارتفاع اللوحة يساوي 44 سنتيمتر كم سنتيمتر مربع من الورق الذهبي نحتاج إليه؟ ثم مثل الإجابة لنرى الآن ماذا نقصد بهذا السؤال لدي الآن هذه تعتبر لوحة جدارية على شكل شبه منهرف لعنى بأن شبه منهرف هو عبارة عن شكل رباعي يوجد فيه ظلعين فقط متوازيين الظلعين المتوازيين تسمى قاعدتي شبه المنهرف إذن هنا هذه القاعدة وهذه القاعدة الثانية لشبه المنهرف إذا كان الارتفاع يقصد بذلك هذه القيمة عين هي الارتفاع إذا كان الارتفاع يساوي 44 سنتيمتر نريد حساب المساحة التي تغطي المساحة دائما بعد ثاني إذن فهي تقاص بالسنتيمتر المربع نريد حساب مساحة هذه الواجهة حتى نعرف ما يمكن تغطيته من الورق إذن سنحسب المساحة قانون المساحة بالنسبة لشبه المنهرف المساحة تساوي أولا لنقوم بتعريف القاعدتين كما قلنا هذه القاعدة الأولى عين زاعد واحد وهذه القاعدة الثانية على شكل كثيرة حدود مساحة شبه المنهرف كما نعلم عبارة عن ارتفاع هي تمثل ارتفاع شبه المنهرف أما بالنسبة لقاعدة المساحة تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع إذن هنا المساحة لدينا مساحة القاعدة تساوي نصف الارتفاع مضروف في مجموع القاعدتين إذن هذا عبارة عن مساحة شبه المنهرف لنرى الآن القاعدتين القاعدة الأولى زاعد القاعدة الثانية نقصد بذلك أننا سنقوم بجمع القاعدة الأولى عين زاعد واحد مع القاعدة الثانية اثنين عين زاعد أربعة دائما نجمع الحدود المتشابهة سنبدأ التعويض الآن ونقوم بجمع الحدود المتشابهة ما أمكن إذن نبدأ التعويض المسافة تساوي نصف الارتفاع مضروف في مجموع القاعدتين هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية نلاحظ أنه يوجد لدينا حدود متشابهة سنقوم بجمع عين مع ثنين عين بثلاثة عين وأيضا سنقوم بجمع واحد مع الأربعة بقيمة خمسة إذن نقوم بكتابة قانون أو المساحة هذا شبه المنحرف إذن المساحة تساوي نصف الارتفاع مضروف في ثلاثة عين زاعد خمسة جمعنا الحدود المتشابهة في قاعدتين شبه المنحرف الآن نبدأ بإجراء عملية الضرب نلاحظ أنها الآن لدينا ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود كيف يمكن إجراء عملية الضرب سنقوم بالتوزيع نضرب نصف عين مضروبة في ثلاثة عين ثم نقوم بإجراء عملية الضرب نصف عين مضروبة في خمسة نجري عملية الضرب ككسور نصف عين ضرب ثلاثة عين تساوي ثلاثة على ثنين عين تربيع قمنا بجمع الأسس لأن الأسس يساوي واحد في كلا المتغيرين الآن نصف عين مضروبة في خمسة عبارة عن خمسة على ثنين عين الآن هذه تمثل مساحة شبه المنحرف المقصود هنا لدينا في هذا المثال نبدأ التعويض هنا الارتفاع يساوي أربعة واربعين سنتيمتر إذن سنقوم بالتعويض عن عين بالأربعة واربعين سنتيمتر فتصبح بهذا الشكل ميم تساوي أو المساحة تساوي ثلاثة على ثنين مضروبة في أربعة واربعين تربيع زائد خمسة على ثنين مضروبة في أربعة واربعين نجري عملية الاختصار ونجري عملية الضرب فنحصل على أن المساحة تساوي ثلاثة ألاف وأربعة عشر لكن لا ننسى أننا نتحدث عن مساحة إذن تساوي ثلاثة على ثلاثة ألاف وأربعة عشر سنتيمتر مربع من الورق الذهب إذن هذه مساحة الواجهة الجدارية المطلوبة في هذا الشكل إذن أوجدنا مساحة شبه المنحرف المطلوبة باستخدام جمع وحيدات كثيرات الحدود وأيضا باستخدام ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود إذن قمنا بدمج أكثر من درس في هذا المثال إذن يمكن حل مسائل من واقع الحياة باستخدام كثيرات الحدود مثال آخر من فقرة تحقق من فهمك يمثل الجزء العلوي من الواجهة الأمامية للمرآب المجاور نتحدث فقط عن الواجهة الأمامية هذه تمثل لنا شبه منحرف نقصد بشبه المنحرف شكل رباعي يوجد فيه قاعدتين متوازيتين هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية يمثل الجزء العلوي شبه منحرف إذا كان الارتفاع يساوي متر وخمسة وسبعين من مئة متر لنرى أوجد مساحة الجزء العلوي من الواجهة الأمامية إذن نريد حساب المساحة هنا القاعدة الأولى ها زائد أربعة والقاعدة الثانية ثلاثة ها زائد واحد إذن لدي القاعدة على شكل كثيرات حدود لنبدأ أولا بتعيين المعلومات الموجودة لدينا في هذا السؤال أولا المساحة كما نعلم لشبه المنحرف نص الارتفاع مضروف في مجموع القاعدتين هذا القانون بشكل عام سنبدأ الآن التعويض على حسب المطلوب أو الموجود لدي في السؤال إذن المساحة الارتفاع كما هو موضح في الرسم يساوي ها كرمز لكن كرقم في السؤال أخبرنا بأن الارتفاع متر وخمسة وسبعين من مئة هذا الارتفاع القاعدة الأولى تساوي ها زائد أربعة القاعدة الثانية تساوي ثلاثة ها زائد واحد إذن تم تحديد القاعدتين سنقوم الآن بالتعويض في القانون المعطى نلاحظ هنا لدي القاعدة الأولى زائد القاعدة الثانية أي أننا سنقوم بجمع القاعدتين نضعها في نفس القانون نص الارتفاع هو عبارة عنها إذن قمنا بالتعويض عن المتغيرات هنا هذه ها لدينا كما أخبرنا بالسؤال إذن نص الارتفاع مضروف في مجموع القاعدتين هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية إذن سنقوم الآن بجمع الحدود المتشابهة بداخل القوس أولا ثم نجري عملية الضر دائما نجري عمليات في الأقواس ثم يليها ما هو خارج القوس نلاحظ بداخل القوس لدينا هنا ها مع ثلاثة ها عبارة عن حدود متشابهة موجب أربعة مع موجب واحد عبارة عن حدود متشابهة نستطيع إجراء عملية الجمع لها إذن يساوي نص ها مع ثلاثة ها أربعة ها كما أنه أربعة زائد واحد يساوي خمسة الآن قمنا بجمع القاعدتين كجمع لكثيرات الحدود نجري الآن عملية ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود نبدأ بتوزيع عملية الضرب على ما هو بداخل القوس إذن نجري عملية الضرب الأولى ثم عملية الضرب الثانية نص ها ضرب أربعة ها العدد مع العدد والحرف مع الحرف نص ضرب أربعة يساوي ثنين ها تربيع أما نص ضرب خمسة عبارة عن ثنين ونص ها إذن هذا الآن يمثل لنا مساحة شبه المنحرف كما هي موضحة أمامنا على الرسم لنبدأ الآن بالتعويض قيمتها من ضمن نفس السؤال تساوي متر وخمسة وسبعين من مئة إذن نبدأ التعويض ميم تساوي ثنين مضروبة في ها تربيع أي واحد وخمسة وسبعين من مئة تربيع زائد ثنين ونص ها أي أنها ثنين ونص مضروبة في واحد وخمسة وسبعين من مئة نجري حساباتنا بكل دقة عملية ضرب وأعداد مربعة إذن يصبح الناتج يساوي 6 صحيح ومية وخمسة وعشرين من ألف زائد أربعة وثلاثمية وخمسة وسبعين من ألف نجري عملية الجمع أعداد عشرية نستطيع إجراء عملية الجمع بترتيب الفواثر العشرية أسفل بعضها البعض فنحصل على الناتج عشرة وخمسة من عشرة متر مربع نتحدث عن مساحة إذن ننتبه إلى الوحدات لدينا وريد حساب المساحة المطلوبة إذن هي بالمتر المربع نستكمل تماريننا من فقرة تأكد وكيف يمكن استخدام جمع وطرح كثيرات الحدود وضرب وحدة حد بكثيرة حدود في مجال حياتنا العامة بهذا السؤال من فقرة تأكد اشترى أحمد تلفازا جديدا ارتفاع هذه الشاشة يساوي نصف عرضها بالإضافة إلى خمس بوصات لابد من أن نترجم هذا الكلام بمجموعة من الرموز لا يوجد قيمة معينة وإنما سنرمز لها أما العرض عبارة عن ثلاثين بوصة أوجد ارتفاع الشاشة بالبوصات لنرى الآن توزيعنا للمتغيرات لهذا الرسم بالنسبة لهذه القيمة تمثلنا العرض والنرمز له بالرمز ضاء أما هنا فهذا عبارة عن الطول وكما أخبرنا الطول عبارة عن نقوم بترجمة العبارة عبارة عن نصف العرض بالإضافة إلى تسعة أي أنه نصف ضاد زائد بالإضافة زائد خمسة إذن نصف العرض زائد خمسة فهذه قيمة العرض نريد حساب الآن ارتفاع الشاشة بالبوصة لنقوم بحساب ذلك نبدأ التعويض العرض يساوي ثلاثين نريد حساب الآن الارتفاع الارتفاع يساوي نصف العرض زائد خمسة إذن نقوم بكتابة القيمة كما أوجدناها من ترجمتنا لنفس السؤال إذن نصف الثلاثين زائد الخمسة نقوم بإجراء عملية الاختصار هنا لدي عملية ضرب اثنين تقسيم اثنين واحد وثلاثين تقسيم اثنين عبارة عن خمسة إذن يصبح الناتج خمسة عشر زائد الخمسة إذن يساوي عشرين بوصة إذن ارتفاع هذا التلفاز يساوي عشرين بوصة نبدأ بالتعويض وبترجمة العبارات بشكل صحيح حتى نصل إلى الإجابة الصحيحة نستكمل هذه التمارين ماذا لو كان لدي معادلات تتضمن كثيرات حدود في الطرفين هل يمكن حل هذه المعادلات أم لا كما في هذا المثال نلاحظ أنه يوجد لدي طرفين وكل الطرفين يوجد لدي مجموعة من الرموز والأعداد لنبدأ بتبسيط ما يمكن تبسيطه هنا نلاحظ في هذا السؤال هذا كما هو مذكور نلاحظ لدي هنا اثنين ألف مضروب في قوس أي وحيدة حد بكثيرة حدود وهنا أيضا لدي ثلاثة ألف مضروبة بكثيرة حدود بالنسبة للطرف الثاني لدي ثنين ألف مضروب بكثيرة حدود وأيضا هنا لدي ألف مضروب بكثيرة حدود إذن أولا ما سنقوم بإجرائه هو إجراء عملية الضرب لكثيرة الحدود حتى نستطيع التعامل مع الحدود هنا الحدود موجودة بداخل أقواس لا نستطيع التعامل معها سنبدأ بفك الأقواس ثم نجمع الحدود المتشابهة ما أمكن إذن ثنين ألف ضرب خمسة ألف العدد مع العدد والحرف مع الحرف عشر ألف تربيع ثنين ألف ضرب سالب خمسة ننتبه للإشارات إذن سالب أربعة ألف نستكمل الآن عملية الضرب ثلاثة ألف ضرب ثنين ألب العدد مع العدد إذن هو ستة ألف تربيع ثلاثة ألف مضروبة في ستة تساوي ثمانطعش ألف أما بالنسبة لموجب ثمانية كما هي لعدم وجود عملية ضرب لها انتهينا من تبسيط وفك أقواس الطرف الأول نبدأ الآن بالطرف الثاني ألف ضرب أربعة ألف عبارة عن أربعة ألف تربيع ألف مضروبة في واحد تساوي ألف اثنين ألف الآن مضروبة في ستة ألف تساوي اثنى عشر ألف تربيع نلاحظ أننا قمنا بجمع الحدود لأن الأس يساوي واحد بكل الطرفين بكل الحدين عفوا وهنا اثنين ألف ضرب سالب أربعة سالب ثمانية ألف أما بالنسبة لموجب خمسين كما هي لا يوجد لدينا أي عملية ضرب لها نبدأ الآن بترتيب الحدود وجمعها ما أمكن لنرى بالنسبة للطرف الأيمن لدي هنا بالطرف الأيمن عشر ألف تربيع وهنا ستة ألف تربيع بالنسبة للطرف الأيسر أربعة ألف تربيع واثنى عشر ألف تربيع نبدأ بجمع الحدود ما أمكن هنا لدي سالب أربعة ألف ثمنطعش ألف وهنا لدي موجب ألف وسالب ثمنطعش ألف إذن نقوم بتجميع الحدود المتشابهة عشرة ألف تربيع مع ستة ألف تربيع أصبحت لدي 16 ألف تربيع أما بالنسبة لأربعة ألف سالب أربعة ألف مع موجب ثمنطعش ألف سالب أربعة ألف قمنا بإجراء الطرح لاختلاف الإشارات هنا موجب ثمانية كما هي بالنسبة لأربعة ألف تربيع واثنائش ألف تربيع جمعناها لنفس الإشارة ستعاش ألف تربيع ألف مع سالب ثمانية ألف بسالب سبعة ألف وموجب خمسين كما هي نلاحظ الآن المتغيرات موجودة في الطرفين إذن سنقوم بجمع المتغيرات ما أمكن ونلاحظ أنه يوجد بالطرف الأيمن ستعاش ألف تربيع وبالطرف الأيسر أيضا ستعاش ألف تربيع نستطيع أن نختصرها ولكن لنقوم بتجميع الحدود بطرف ونرى ما هو ممكن نلاحظ ستعاش ألف تربيع موجودة بالطرف الأيمن وموجودة أيضا بالطرف الأيسر إذن نستطيع اختصارها بطرح ستعاش ألف تربيع من الطرف الأيمن وطرح أيضا ستعاش ألف تربيع وهنا ناقص ستعاش ألف تربيع فنقوم باختصارها إذن أصبحت بصفرية تبقى لي أربعة أربعة ألف زائد ثمانية تساوي سالب سبعة ألف زائد خمسين نقوم بتجميع الحدود المتشابهة بطرف واحد إذن 14 ألف زائد 7 ألف نقوم بجمع هنا نجمع 7 ألف بالطرف الأيمن ونجمع 7 ألف بالطرف الأيسر فنقوم باختصارها يصبح الناتج هنا 21 ألف نقوم بطرح ثمانية من الطرف الأيسر وطرح ثمانية من الطرف الأيمن فنحصل على موجب خمسين إذن 21 ألف زائد ثمانية تساوي خمسين معادلة نحلها بخطوتين بطرح ثمانية من الطرف الأيمن والطرف الأيسر نحصل على 21 ألف تساوي ثنين وأربعين إذن نقسم الطرفين على 21 فنحصل على قيمة ألف تساوي ثنين إذن استطعنا أن نقوم بحل معادلة تحتوي على ضرب وحيدة حد بكثيرة حدود واستخدمنا خصائصها لحل هذه المعادلة لكن ننتبه للإشارات وتوزيع الأقواص نقوم بحل مسألة أخرى مشابهة لها لديم تحقق من فهمك كما نرى المعادلة طويلة جدا بالنسبة للطرف الأيمن والطرف الأيسر لكن ننتبه بالطرف الأيمن يوجد لديه 2 سين مضروبة في القوس والطرف الأيسر يوجد لديه 2 سين أيضا مضروبة في القوس أولا نبدأ بفك الأقواص 2 سين مضروبة في سين 2 سين تربيع 2 سين في أربعة عبارة عن ثمانية سين موجب سبعة كما هي وهنا أيضا السين زائد ثمانية لا يوجد خارجها أي عدد إذا نستطيع فكها كما هي سين زائد ثمانية نبدأ الآن بعملية الضرب 2 سين ضرب سين 2 سين تربيع 2 سين ضرب واحد عبارة عن 2 سين موجب 12 كما هي نلاحظ أنه يوجد لديه حدود متشابهة نقوم بإجراء عملية الجمع لها بالنسبة للطرف الأيسر هنا قمنا بجمع سين مع 2 سين بثلاثة سين وثمانية مع 12 بعشرين وهنا لديه 2 سين تربيع لا يوجد حد آخر مشابه له نلاحظ بالطرف الأيمن وبالطرف الأيسر لديه نفس القيمة إذن سنقوم بطرح 2 سين تربيع من الطرف الأيمن ونطرح 2 سين تربيع من الطرف الأيسر فتساوي 0 يتبقى لدي ثمانية سين زائد سبعة تساوي ثلاثة سين زائد عشرين معادلة كيف نقوم بحلها نجمع المجاهيل بطرف والأعداد بطرف باستخدام خاصية الطرح من الطرفين فنحصل على هنا سنقوم بطرح ثلاثة سين من الطرف الأيمن والطرف الأيسر إذن وهنا نقوم بطرح سبعة من الطرف الأيمن وطرح سبعة من الطرف الأيسر إذن تصبح لدي ثمانية سين ناقص ثلاثة سين والطرف الأيسر سالب سبعة زائد عشرين نقوم بإيجاد الناتج ثمانية سين ناقص ثلاثة سين خمسة سين تساوي ثلاثة عشر نقسم الطرفين على السين إذن سين تساوي ثلاثة عشر نستطيع تبسيط هذا يعتبر كسر غير حقيقي نستطيع تبسيطه ويساوي الكسر ثنين وثلاثة على خمسة إذن نستخدم خاصية ضرب وحيدة حد في حل بعض المعادلات هنا لديه نفس المسألة دال نقوم بتوزيعها وإجراء عملية الضرب من الحد الأول دال تربيع مع الحد الثاني موجب ثلاثة دال ناقص نبدأ الآن ونتبهي للإشارة دال ضرب دال يساوي سالب دال تربيع سالب دال في سالب أربعة موجب أربعة دال تساوي تسعة دال ناقص ستعاش بنفس الطرف نلاحظ هنا لدي دال تربيع وسالب دال تربيع بصفر ثلاثة دال زائد أربعة دال تساوي سبعة دال إذن سبعة دال تساوي تسعة دال ناقص ستعاش سنقوم بطرح تسعة دال من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر فنحصل على سبعة دال ناقص تسعة دال تساوي سالب ستعاش ننتبه للإشارات 7 ناقص 9 بسالب 2 دال سالب 16 إذن سنقوم بقسمة الطرفين على سالب 2 دال تساوي 8 إذن يمكن حل المعادلات باستخدام خاصية ضرب وحيدة حد بكثيرة الحدود آخر سؤال لدينا الآن إجراء عملية الضرب من فقرة تأكد سالب 6 مضروبة في 11 سالب 66 سالب 6 مضروب في سالب 2 ننتبه للإشارات الإشارة موجبة موجب 12 جيم تساوي نبدأ الآن بإجراء عملية الضرب 7 بسالب 2 سالب 14 7 ضرب سالب 2 جيم سالب 14 جيم نبدأ بتجميع الحدود المتشابهة نجعل الطرف الأيمن دائماً للمجاهيل تصبح 14 جيم بإشارة موجبة ذهبت للطرف الأيسر عن طريق إضافة 14 جيم إذن 14 جيم زاد 12 جيم تساوي سالب 14 موجب 66 14 مع 12 جيم عبارة عن 26 جيم تساوي 52 لإيجاد قيمة جيم نقسم الطرفين على 26 بالنسبة للطرف الأيمن والطرف الأيسر نحصل على أن جيم تساوي 2 إذن أيضاً أمكن حل هذه المعادلة باستخدام خصائص ضرب وحيدة حد بكثيرة الحدود في هذا السؤال ما رأيكم أن نقوم بإجراء هذا التحدي؟ أوجد قيمة باء التي تجعل نقرأ السؤال جيداً ثلاثة سين أس باء مضروبة في أربعة سين أس 2 باء زائد ثلاثة زائد ثلاثة سين مضروبة في أس ثلاثة باء ناقص 2 وتساوي الطرف الآخر نريد حساب قيمة باء نلاحظ أن قيمة باء موجودة في الأس إذن هنا الأس 12 وهنا الأس يساوي 10 أما هنا الأس لا بد من إجراء عملية الضرب أولاً حتى نستطيع حساب هذه الدرجة لنقوم بإجراء هذا التحدي ما رأيكم أن نقوم بإجراء عملية الضرب؟ ولننتبه عند ضرب القوى نجمع الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة نبدأ هذه هي المعادلة المطروحة في هذا التحدي سنقوم بإجراء عملية الضرب ثلاثة سين أس باء مضروبة في أربعة سين أس لننتبه نقوم بجمع هذا الأس مع هذا الأس لأن الأساس متشابه أما عملية الضرب ثلاثة ضرب الأربعة تساوي 12 سين أس نجمع 2 باء زائد ثلاثة زائد باء الآن نقوم بإجراء عملية الضرب وبنفس الملاحظة نضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة سين أس نقوم بجمع الأسس نلاحظ لأنها عملية ضرب تساوي 12 سين أس 12 زائد 60 أس نبدأ الآن بملاحظة الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر هذه القيمة نبدأ بإجراء الجمع ثلاثة باء هنا إجراء عملية الجمع 2 باء زائد باء تساوي ثلاثة باء زائد ثلاثة وهنا ثلاثة باء ناقص 2 زائد باء تساوي أربعة باء ناقص 2 نلاحظ فقط بملاحظة بسيطة أن الأس في الطرف الأيمن هو نفس الأس في الطرف الأيسر نقصد أن 3 باء زائت 3 هي نفسها 12 بمقارنة الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر لأنها الآن أصبحت لدي متطابقة الطرف الأيمن هو نفسها الطرف الأيسر إذن نبدأ بحسابها 3 باء زائت 3 تساوي 12 أصبحت معادلة يمكن حساب قيمة باء بطرح ثلاثة من الطرفين نقوم بطرح ثلاثة هنا من الطرف الأيمن والأيسر نحصل على 3 باء تساوي 9 سنقسم الآن الطرفين على الثلاثة فتصبح قيمة با تساوي ثلاثة إذن أوجدنا قيمة با لنتأكد إن إجابتنا صحيحة أم لا نختار القوس الثاني الأس الثاني الأس 4 با ناقص 2 تساوي عشرة نبدأ بحسابها 4 با ناقص 2 تساوي عشرة نبدأ بإضافة 2 للطرف الأيمن والأيسر فتصبح 4 با تساوي 12 بقسمة الطرفين على الأربعة تصبح قيمة با تساوي ثلاثة هي نفس القيمة التي توصلنا لها وهذا ما يؤكد أن إجابتنا صحيحة إذن دائما نحاول أن نقوم بنفس الإجراءات الرياضية الصحيحة ونصل إلى الإجابة الصحيحة بإذن الله إذن تعلمنا اليوم على حل معادلات تتضمن كثيرات حدود في طرفيها لا ننسى أن نقوم بحل تمارين الواجب بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جميعا أتطلع بشوق للقائكم في الحصة القادمة